من أفضل أعمال البر الأوقاف الخيرية حيث يستمر نفعها ويبقى ثوابها ويجني الناس ثمرتها جيلا بعد جيل وقد عرف الوقف منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما إن أول صدقة تصدق بها في الإسلام صدقة عمر بن الخطاب وإن عمر قال يا رسول الله أشر كيف أصنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرها واهتم الصحابة في عصر الخلفاء الراشدين بالأوقاف فمن ذلك أن أنس بن مالك أوقف دارا فكان إذا قدمها نزلها وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فليس لها حق وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكن لذوي الحاجة من آل عبد الله وازدهرت الأوقاف في العصر الأموي واتسعت مجالاتها فمن ذلك إنشاء مصحات لعلاج المرضى بالمجان وهي ما تسمى البيمارستان وأول من أقامها الوليد بن عبد الملك وفي زمن هشام بن عبد الملك أنشئ ديوان مستقل لإدارة الأوقاف وتوسع الوقف في العصر العباسي فشامل إنشاء المدارس كالمدرسة المستنصرية ببغداد التي بناها المستنصر بالله ولم يبنى قبلها مدرسة مثلها وإنشاء المكتبات العامة كبيت الحكمة التي أنشأها هارون الرشيد في بغداد وكذلك أنشأ نور الدين محمود زنكي المدارس كدار الحديث بدمشق وجعل صلاح الدين الأيوبي في أحد أبواب القلعة ميزابا يسيل منه الحليب وميزابا آخر يسيل منه الماء المحلى بالسكر لأجل الأطفال الرضع وخصص سلاطين المماليك أوقافا للإنفاق على الحرمين الشريفين وهكذا قام الخلفاء والسلاطين عبر التاريخ الإسلامي بإصدار مراسيم وأنظمة متعددة لتنظيم شؤون الوقف وما زال المسلمون يوقفون في سبيل الله ابتغاء مرضاته قال تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون